وجايبينها في القناوات وجايبين أشياء كثيرة واش تقول هذه؟ العمامرة يستقبل السفيرة الأمريكية بالجزائر استقبل أفلان كذا السفيرة الأمريكية إليزابيت مور أوبين حيث ناقشت طرفان التعاون بين البلدين والعلاقات الثنائية التي وصفتها السفيرة بالمتينة وجاء في تغريدة للسفيرة الأمريكية عبر حسابها من دواعي سروري لقال وزير العمامرة ومناقشة العلاقات الثنائية القوية والمتنامية بين الولايات المتحدة والجزائر طيب هذه السفيرة هي بالذات كانت قابلة تبون كانت قابلة المزور تبون المزور جابوه العسكر مكاشة الشرعية كانت قابلاته قبل حول شهر وشوية ثم قبل أسبوعين تقريبا قابلة شنغريحة كما تعرفون وهو أمر يعني نادرا جدا ما يحدث يوم أنا علقت على الموضوع هذا مش قبل أسبوعين قبل ثلاث أسابيع يوم أنا علقت أعتقد كان يوم 14 سبتمبر إذا ذكرتي جيدة يوم أنا علقت على الموضوع هذا وقلت رحي رحت له بمجموعة مطالب تقول له فيها مون جنيرال كما قال واحد مون جنيرال شوف أنت رحك رايح بزاف مع الروس وكتشوف بوتين رح يغرق والجماعة رح مزعفانين وركتشوفت مارك روبيو رح يخرج بيان ورح يخرج بيان واحد آخر خرج هذاك البيان من بعد قبل عشر أيام عود خرج تاع سبعة وشرين كونغرس من وومن أمريكيين يطالبوا بتسليط عقوبات على الجزائر فرحت هي حذراته يعني طلبت منه أشياء إلى آخر طبعا شنغريحة منزعج أصلا باش قابلها يعني كانت فرضت عليه ضغوطات قالوا لازم تستقبلها معه دات له رسالة تعليقات اللي شفتها من بعد خاصة بعد لقاءها مع العمام رشت بعض تعليقات بعض المساعدة بعض تعليقات اللي إما ذباب اللي معروف أنه ذباب أو اللي هما أذناب انت على العصابة قال لك تشوف ويتقول لقاءت العمام رو وعلاقتنا مع الجزائر جيدة ومكاش مشكل فذكرت شيء خليني نفوت لكم هذا اللي واش ذكرت هنشوف واش ذكرت ونرجع بالرغم أن المقارنة مش مش مية بالمية لكن كين أوجه شبه ذكرت هذا الموضوع الرئيس أراد منها نقل رسالة إلى الرئيس بوش وهي أن العراق لا يرغب في أي مواجهة مع الولايات المتحدة وأكد لها أننا نريد علاقات طبيعية ويجب أن لا يقلقوا من هذا هذا اللقاء طبعا هذا اللي كان يتكلم هو الراحل وزير الخارجية وزير الخارجية العراقي يومها وهنا شفته صدام صدام التاقة هذه السفيرة اسمها أبريل 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 غلاسبي غلاسبي واش قتله هذه بعد ما غزى صدام حسين الكويت وخرجت المعلومات إلىه خرجت المعلومات في هذا اللقاء هنا صدام حسين الكويت قال لا إحنا مناش لا نريد العدام على الولايات المتحدة ولا نريد أن ندخل في حرب راهي مازال راهي مازال مغزاش الكويت راهي أنا في 25 جويلة إذا ذكرتي جيدة أي أسبوع قبل غزو الكويت كمن أيام بالضبط قاتلوا السفيرة هذه فيما تسرب من بعد فيما خرجوا أصبح الآن معروف قاتلوا اسماء سيد الرئيس سيد الرئيس العراقي إحنا الولايات المتحدة ما ندهج مشكلة توم هذه مشاكلت مع الكويت والإمارات والسعودية حلها كما تشوفها أنت لما عندنا مشكلة وما كانوا أمريكان كانوا شافوا أن العراق حشد مئات الآلاف من العسكريين والدبابات وعلى الحدود مع الكويت كان يهدد بغزو الكويت والسعودية والإمارات كان يهدد قاموا بتخفيض قاموا بضخ البترول شوفوا القضية دائما درحوا البترول قاموا بضخل البترول إلى درجة أن البترول صر إلى سبعة ستة دولار في الخمسة وثمانين ستة وثمانين سبعة وثمانين سبعة دولار أن العراق اللي هو دولة بيترولية مش قادر يبني نفسه يعني باش يحطموه الحرب مع إيران حطمت إيران والعراق الدول الخالجية ومن ورائها الدعم الأمريكي يقولوا لهم يلا خفضوا في أسعار حطوا البترول ديروا السوق متخوم بالبترول تنخافض الأسعار صدام يقول لي ما عندوش درهم باش يعود يبني العراق وباش يخلص كان عندو زوج ملاي عسكري زوج ملاي مجندين عراقيين سلاح فأغضب صدام حسين وقرر أنه يؤدب الإماراتيين والكويتين بشكل خاص وطبعا لأن الكويت أقرب وأسهل حشر كل شي ثم لما جاتوا السفيرة الأمريكية العراقيين المسؤولين اللي من بعد تحدثوا أو كتبوا أو قالوا كنا خلاص ارتحناها معناها عندنا ضوء أخضر تقريبا المريكان وصلونا الرسالة باللي تدي الكويت ولا ما تديهاش نحن هذا ما يهمناش كثير المهم البترول يتباعوا ويبقى في السوق إلى آخره طبعا كانت خدعة أمريكية رهيبة ورهيبة جدا سفيرة أمريكية هذه اللي في الجزاء ما نقول شانا راح تدير هذا النفس الشيء لكن دور الدبلوماسيين هما أن يقولوا بكلام منمق وكلام جميل أنتم تعرفون أنه في الأصل دبلوماسي وإن كانت أمري ولا استخدمت هذه اللغة تعال منمق وهذه يعني المهم لكل إنسان يستخدم لغة نظيفة دون أن تكون فيها تنميق فيها الدبلوماسيين دورهم أن يقولوا لمن يتفاوضون معهم من جهات خارجية كلام في العمق لكن بكلام جميل مغلف جيدا يديروا الباكاجينج يديروه له ممتاز لكن المضمون يكون نفس ما يعطى لهم من حكومتهم العسكريين يخرجوا يهدوا أو البرلمانيين كما هذا الكونغرسمان هذا الـ 27 نديروا عقوبات الجزائر نديروا لها عقوبات وطلبوا من وزير الخارجية فالملكان تشتغل بالبارد والسخون بعبارة دارجة بمعنى أنها مرة تفرغ البارد مرة تفرغ السخون البارد يجوه الدبلوماسيين ووزير الخارجية الكلام النظيف السخون يديروه العسكر والبرلمانيين والصحافة إلى آخر هذه السياسة تتبعها خاصة دول كبيرة كلها باد جاي بود جاي عندهم هالطريقة إلى آخر السوفت والهارد الحمائم والسقور كلها تستخدم هذه الألفاظ فرحت السفيرة قالت التبون وهي تعرف أن التبون ليس كثير مع قضية الروس وبوتين وتبون مديقوتي من هذا الموضوع أنا عارف هذه التفاصيل من الداخل في الحقيقة لكن عارف أن الشنغريحة هو قائد الجنح الروسي وعارف أن تبون في الحقيقة هو مرقى فوقعشة أو خضرة فوقعشة واجهها مدنية فنقلت الخبر لسحب العمر اللي هو شنغريحة قابل حتى ذلك اللقاء كانت كانت عندي معلومات ما حبيش تكلم عليها قلت خليها حتى تتراكم بعض المعطايات لأن بعض المرات تكون معطايات داخلية ومرات أيضا ما نحبش نذكرها أحد لأن المصدر قد يكون هناك خطورة على المصدر ومرات نصلها بالتحليل فعموما كان هناك نوع من القلق ما بين تبون وشنغريحة شنغريحة يريد الذهاب بعيدا مع الروس قالك يدير معهم مناورات في نوفمبر الجاي يديرهم في حماقير من جهة تندوف وبشار كان راح بعث مئة وخمسين عسكري والله نوفوستوك قبل شهر كما تتذكرون قاعدين يدير في الكومونت على الأسلحة وإن كان نعمص الروس قالوا ما تزيدنا الكومونت بالمناسبة هذا الموضوع الثاني راح نحدثكم عليه إن شاء الله في الأيام القادمة قالوا ما راح معناش سلاح ما تزيدش طلبونا لكن هو قاعد يطلب في الكومونت ولو كان يقدموا له فالجماعة جاء ماكرون قال تبون صراحة وقالها ماكرون قالها في الجزائر لما في وهران قالهم أنا ما نش فاهم لماذا أن بعض الناس ونحن نعرف أن الجزائر تكونت أو تسبنا تكونت وهي تحارب الاستعمار كأمة ما كانش موجودة كأمة تكونت تلك الوقت فقط وهذا الروس معتدي ويستطيع الناس أن يعودوا إلى ما قاله ماكرون يومها في وهران طبعا ماكرون راكم تسمعوا فيه مواقف غربية في الأول كان شوية شد العصة ما لم يشد العصة كان شوية يريد أن يتوسط إلى آخر ودرك يخلاص راهوا حتى في الأمم المتحدة شن هجوم عنيف على بوتين وعلى الروس وجل الجزائر وقال لهم دعوكم من بوتين بوتين راح منتهي وفي هذه احتمال كبير أنه ما غلطش يعني قال لهم راح منتهي ونحن نريدكم أن تساعدون فيه طبعا ماكرون اللي مزعجوا أكثر من بوتين مش برك أوكرانيا ولكن قاعد يدلوا في القلق في إفريقيا هذا اللي دار الانقلاب في بوركين أفاس وإبراهيم تراوري هذا قبل خمس أيام هذا راهوا رجل الروس أطاح بمن؟ أطاح بدامينبا هذا رجل الفرنسيس راهوا إحنا الجزائر كيف كيف أيضا جناح روسي جناح فرنسي جناح للأسف يعني للأسف عندما لا تكون هذه الأنظمة مصدر من شعوبها وعندها الشرعية الحقيقية تكون لعبة في أيدي القوى الكبرى فهناك الضغوطات الفرنسية والضغوطات الأمريكية الضغوطات الأمريكية دائما جي أقبح شوفوا الفرنسيس يدروا الضغوطات لكن في الغالب يدروها في الخلف لكن الأمريكيين خرجوا 27 برلماني عاود إطلاقات هذه الأعمامرة الأعمامرة هو من وجوه الجناح الفرنسي ما عندوش مشكلة مع المطالب الأمريكية ويريد أن يبعدوا على الروس وخلونا من بوتين هذا وعلاقاتنا هي مع الغرب ومع فرنسا إلى آخرها لكن دعونا نوري لكم واحد المقطع ربما كان واحد من خلوط نكتب عليه وكان محق لكن دعونا نوري لكم في الصورة ربما يفيدكم هذا المقطع وتشوفوا كان مؤشر هذا المقطع كان مؤشر للعلاقات اللي موجودة بين تبون وشنغريح طبعا احنا عارفين أن شنغريح هو اللي جاب تبون شنغريح هو اللي يتحكم ورب الجيش إلى آخره لكن بدأت الأمور مع الهزيمة اللي يتلقاها بوتين وهذه أنا قلتها من البداية قلت أن هزيمة بوتين تؤدي للإيطاحة بشنغريحة حتما وممكن جدا يولي محمد قايدي اللي طردوه في أكتوبر الماضي واعتقلوه ومروا بالاستجوابات ثم بعد تحت تدخل فرنسي أمريكي خرجوه من الحبس حطوه في إقامة جبرية إلى آخره المهم كاين هذا المقطع إلى جانبي خبراء شوف مليخ كيفاش يسلم إذن هذه الصور كيفاش يسلم سيد رئيس الجمهورية يتبون على شنغريح نادس نوبر للإشرف على اللقاء الدوري حكومة ولاته سيد رئيس الجمهورية كما متابع في هذه الصورة يستقبل من طرف قبار نسؤول الدولة أولا تشوفوا هنا في الصورة شنغريحة في الوسط دايلين وحدة ربعة أو خمسة قدامه من المدنيين ومن بعده خمسة ماالف شنغريحة يأتي مباشرة بعد الوزير الأول يكون مرات رئيس رئيس ما يسمى بما بسهب جوجيل ويجيبوا هذا كتاب المجلس الشعبي الوطني أخذ رفو بعشا طبعا مرات يحطوا رئيس الوزراء ويجي شنغريحة أولا هذه المرة هذه يحطوه في الوسط ثانيا موالف تبون وهذه كان يديرها أيضا بوتفليقة بالمناسبة أيام العماري أيام القيد الصالح موالف تبون لما يوصل عن شنغريحة يسلم عليه بحرارة ويتكلم معاه هذا المرة سلم عليه هكذا اسلام خفوفي ويتكلم مع لي بجنبه اللي بجنبه هو هو المساعد الأول تعتبون يعني لا يحتاج أن يتكلم معه لا يتكلم معه العزيز خلاف يتكلم معه ويدردش معه والناس لاحظت أن هذه الموالف يدير معه شنغريحة ليس معه رئيس المكتب أو الأمين العام رئيس المكتب رئيس ديوان وزايد شنغريحة في الوسط ليس في الأولوية اللي كانوا يعطوها له هذا مؤشر فقط وهذه الأشياء في البروتوكول مهمة جدا طبعا أنا درس بروتوكول وعرف ما يعني هذا والناس لدرس بروتوكول يعرفوا الموضوع بعد هذا بأيام صدر في أخبارهم صدر هذا الموضوع نشيئها الضحى يتركوا بعد الآن للصدفة فالدور المحوري الذي اطلع به رئيس الجمهورية عبد المجد تبون في تسيير شؤون الدولة جعلته يقود تحولات عميقة مستها يكل عدة داخل الدولة قصر المرادية كان واحدا منها فالأمور به لم تعد تتم في إطار موازن غير رسمي وغير منظم مثلما كان عليه الأمر لما يزيد عن العشرين سنة مضت فالرئيس تبون عكف على عصرانة تسيير المؤسسة الأولى في البلاد وإطفاء الاحترافية اللازمة عليها لم تعود المعلومات تتسرب قبل نشر بيان رئيسة الجمهورية فعهد الإشاعات وتسريب المعلومات صحيحة كانت أم غير ذلك قد ول في زمن الرئيس عبد المجد تبون حركة واسعة جرى مؤخرا رئيس الجمهورية في سبن سمعتم ليح المؤسسة الأولى في البلاد عام الفين طبعا التقديس كله هو للمؤسسة العسكرية وما زال كان تقديس كبير للمؤسسة العسكرية كما يسموها لكن هذه المرة تكلموا عن المؤسسة الأولى في البلاد وأنه مكاش تسريبات وأن تبون سيطر على الوضع في المرادية وأنه مكاش تلاعبات كما كان مدة عشرين سنة هذا كله كان خطاب بأنه يريد أو أنه يتحرر الآن من قبضة العسكر يقدر يقول لي واحد طيب انت كيفاش مالف تقولنا تبون هذا غير خضرة فقشة وغير في الواجهة ومن بعد يقول لي لازم نفهم شيئين من ناحية الرسمية داخليا وخارجيا أمام العالم وأمام الشعب الجزائر الرئيس اللي يسموه أيضا وزير الدفاع القائد على الجيش قاعد الأسماوات هو تبون الحاكم الفعلي هو شنغري حول جنينات اللي معاه الحاكم الفعلي كي تعود الأمور متقلبة هناك كما كان الحرعة كما كانت يبقى دايما عنده قدرة على التأثير في الأحداث لأن المخابرات دركة كل المخابرات رأي تحت شنغريها كلها التصنط المتابعة إلى آخر لما الضغط الداخلي يخف وأكثر من ذلك خارجيا يبني الرئيس هنا تبون هذه اللي مكنت بالمناسبة اللي مكنت بودفليقة بالإيطاحة بعشرين جنرال في جوان الفين في جوي الفين وربعة على رأس محمد العماري وتسعة جنرال من أجر من الجنرالات ومن أقواهم كانت علاقاته اللي بنها في الخارج الآن لما جاه ماكرو وجاءوا الأمريكيين بأنه يجب أن تبتعد الجزائر على روسيا يجب أن يبتعد شنغريها والجيش على روسيا قالونا من شراء 7 ملاير دولار كل سنة وقالوها علنا الأمريكيين في الهي وجاته السفيرة قالت هالو بطريق دبلوماسي جاء ماكرو أيضا باش يفهمهم بللي بوتين رح يغرق ومكالة تروحوا معها بعيد يصبح بوتين يصبح تبون عنده على وشي تكام يعني هاهم الأمريكيين والفرنسيين في زوج يتضغطوا على شنغريحا وعلى كبار جنرالات اللي رح مع بوتين اللي رح يغرق زائد هذه اليومين ثلاثة اللي فاتت قال لي المساعد قال لي في حملة بلاك البعض منكم اللي تابع الفيسبوك شافها قال لي في حملة من صفحات معروفة بأنها صفحات ذوبابية تعال النظام يعني موالفة هاجم خصوم النظام هاجم منها تهاجم كل حر حرة اللي يريدون دولة مدنية قال لي شنين هجوم على الوزرات تعتبون على تبون على رئيس هذا وزير الوزير الأول يعني هجمة كبيرة واضح أنها أوامر المخابرات اللي تابع الشنغريحا وعطيت لها أوامر باش يشنوا هجوم أو على الأقل يوسعوا من نقد انتاحهم للوزراء والوزير الأول ومن يش عارف يش كون وكان القضية اللي رايح حاصل الشعب الجزاري الغارق فيها وما هذو الوزراء وليس السلطة الفعلية اللي هي الجنرالات من الخلف واضح أن هذه أوامر جات من عند شنغريحا ومن معهم الجنرالات لأنه منزعش من الضغط الأمريكي الفرنسي من جهة منزعج أن تبون ممكن في أي لحظة يصدر قرار بالإطاحة به منزعج من الخسائر اللي رايدير فيها بوتين وهذا يخلي شنغريحا في حالة سيئة جدا لأنه هو رأس الجناح الروسي في الجزائر لذلك لا أستبعد أن يقوم واحد بالإطاحة بالآخر طبعا المرجح أكثر هو أن يقوم الجنرالات مع تبون مرة أخرى تبون ليس وحده مع الجنرالات تعالرئاسة وخاصة خاصة بنعلي بنعلي اللي هو راه فريق أول ظهر البارح ولا اليوم ظهر في زيارة هو قليل وين يظهر هو أصلا تعمان جدا يعني باش يمشي بصعوبة وباش يخل بصعوبة عمر 89 سنة تخيل تخيل إن واحد قدامك عمر 89 سنة بشينغريحا وبنعلي بنعلي أكثر ما بين الشيطان والمومن أكثر يعني ما يتحملوش نهائيا نهائيا وخصومات شديدة إلى درجة أن بنعلي بنعلي يقول أنه يرفض في المطلق أن يحضر أي اجتماع يرأسه شينغريحا لأنه يقول ظهر بنعلي بنعلي وبنعلي بنعلي يرأس الأمن الرئاسي والحرس الجمهوري وهي القوة الرئيسية في العاصمة المسلحة الحرس الجمهوري والأمن الرئاسي بالرغم أن تسليحهم وهوش تسليح كبير يعني ما عندهمش طائرات مثلا ما عندهمش دبابات ضخمة لكن عندهم دبابات صغيرة عندهم بتاع الحرس الجمهوري الناس هم يعرفوه هذون هم القوة الوحيدة اللي أصبحت في العاصمة كان شوية بعض القوة العسكرية لكنها ماهيش حدد كبير وهذه من أيام بودفليقة في الحقيقة السعيد كان يحب يبعد شوية العسكر باش ميدروش انقلاب مع ذلك دار عليها انقلاب عن طريق الجدارميوس والجهاز الخاص في الدرك أساساً المهم ربما ربما في الأيام الأسابيع على الأرجح من هنا إلى نهاية العام على قصة تقدير تتم الإطاحة بشنغريحة إذا استمرت الهزائب انتع بوتين وإذا هو ما قدمش الولاء كاملاً للأمريكيين والفرنسيين ونضيف إلى هذا حتى لو ما تتمش الإطاحة به محتمل جداً يعودوا يجيبوا بعض الجنرالات اللي طردوهم اللي يحسبوهم على الجنح الغربي أو الجنح الفرنسي وعلى رأسهم محمد قائدي يعاودوا يتقلدوا مناصب مهمة هذا إذا في حال اتفق ما أطحوش به ممكن يحدث الاثنين تتم الإطاحة بشنغريحة والإتيان بالجنرالات الآخرين اللي هما أقرب إلى القوى الغربية طبعاً كاملاً بعض الجزائيين يقولك احنا ماذا بنا الروس خير؟ لا الروس لا الغرب ماذا بنا الجيش لا يكون مستقل ووطننا يكون مستقل لا ندخل في المحاور ولا في الصراعات لا نكون مع بوتين الظالم ولا مع القوى الغربية اللي هي خاصة أمريكا قوى استعمارية يجب أن نكون مستقلين تماماً بعيدين عن هذه الخصومات والصراعات خلينا نحلوا برك مشاكل الحليب والزيت والأقسام والناس اللي مش تقدر تشري الأكل والمشاكل والهموم والأمطار اللي كي تجي يتغرق البلاد من بعد نهار اللي نبنوا دولة على ذاك الوقت ممكن نعود عنا تفكير آخر سنعود ربما لي هذه المواضح كلها